بالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام رحمة الله تعالى وبركاته دخلنا في العام الخامس لثورتنا المجيدة عام المقاومة والصمود كما أطلقت عليه قوة ثورية المعارضة دخلنا العام الخامس والتآمر يزيد على شعبنا وعلى ثورة شعبنا فالمحتل السعودي لا زال يربض على تراب وطننا الحبيب كما أن التآمر الغربي والأمريكي قد وصل في أوجه حيث أطلقت أيدي القتل المأجورين والمهتزقة الذين يستعين بهم النظام الخليفي لسحك أبناء شعبنا في الميادين وفي السجون وفي كل مكان يمر هذا العام ونحن إن شاء الله سنكون أقوى من ذي قبل ولن يستطيع النظام ولا المحتل السعودي ولا من خلفهم الأمريكان والإنجلينز أن يجبروا شعبنا على أي تسويات لا تحقق طموحات هذا الشعب المظلوم الذي يناضل منذ عشرات السنين لزاحة هذه الطغمة الخليفية الطاغية ولا بد لنا في هذا العام ومع اقتراب الذكرى المشؤوم السوداء لدخول قوات الجيش السعودي أو ما يسمى بقوات درع الجزيرة بأن نؤكد على الآتي أولا لا بد من أن نؤكد على أسران الأبطال الرهائن في السجون الذين يقودون معركة أخرى مع هذا النظام الشرس وكل التضامن والتحايا معهم كما نؤكد على أن انكشاف المنطف الغربي والأمريكي يعطينا الحافز والمحفز الوقوف بقوة أمام هذا التآمر الدولي والصمت المخزي التي تقوده الولايات المتحدة ومن خلفها المملكة المتحدة كذلك نؤكد على ضرورة المشاركة في الفعاليات الثورية التي سوف تنطلق في يوم ذكرى دخول المحتل السعودي ويجب أن نعبر على رفضنا ومقاومتنا لهذا الاحتلال بكل السبول المشروعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته